أول حاجة جمهور النادي الأهلي كان قليل في الملعب مباراة بالمراس طبعا بطل البرازين مع النادي الأهلي مباراة بتسألوا ليه جمهور النادي الأهلي كان قليل أنا باختصار هاوضع حضركم الصورة مطش بالمراس ده المباراة الأولى لفريقهم فجمهور بالمراس حجزت التذاكر من ساعة ما اتطرحت على الالاونلاين حجزت الملعب كله طبعا احنا ما كناش عارفين هل قابل مين وما كناش عارفين هل تأهل ولا أهل بعد المباراة الأولى مع بطل المكسيك ولكن حجزوا الملعب كله فعشان كده جمهور النادي الأهلي لما النادي الأهلي تأهل وجمه يحجزوا لأهل الملعب فل مليان طب هل دي مشكلة النادي الأهل لا هو ده كان مفروض في البداية يتم طرح عدد تذاكره العيلة وبعد المباراة الأولى يتم فتح الباب للتذاكر التاني بعد ما تعرف مين تاني اللقاء ولكن ما حصلش يعني يمكن اللجنة المنظمة تدركت ده ولكن بعد فوات الأوان كان الملعب انتهى وتم حجز الملعب يمكن بالكامل لجمهور بالمراسط طيب ايه اللي حصل المرة دي اللي حصل المرة دي ان المباراة النادي الأهلي يوم السبت اللي جاي هل هنشوف نفس المنظر لا الموضوع مختلف الموضوع مختلف ليه لانه اللجنة المنظمة طرحت بس من ساعة الاستاد خمس تلاف تذكرة قبل كده واتباعوا الفئات مختلفة تم باعهم لفئات مختلفة مش جمهور أحد الناديين طيب ايه اللي حصل اللي حصل انه بعد مباراة النهاردة اللي بتتلاقي دلوقتي تشيلسي وتخلص هيتحدد مين المتأهل ومين الخسرات طيب حلو جدا اللي هو يبقى طرف اللقاء بكرة فهيبتدي فتح الباب بعد مباراة النهاردة انتظروا جمهور النادي الأهلي اللي عايز يحضر المباراة انتظر فتح الباب عقب مباراة اللي شغلت دلوقتي المباراة النهاردة اللي شغلت من تشيلسي والهلال السعودي المباراة اه ونتيجة واحد صفر للشيلسي والفكرة الهلال السعودي عاموا مباراة كويسة جدا او دلوقتي 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 80 نتمنى طبعا فوز النادي الهلال اكيد يعني هيبقى حاجة جيدة لنا جدا انه نادي عربيت اهل الفاينال ولكن هنشوف النتيجة بعد المباراة مباشرة هتم فتح الباب ويمكن نادي الاهلي نزل بيان بهذا خليني اقرأ لحضراتكم شارح كل شارح ابيت بس ابسط الموضوع شارح لحضراتكم وهقرأ بيان نادي الاهلي تعرف على موعد فتح باب الحاجز التذاكر مباراة الاهلي القادم توصلت بأثة النادي الاهلي في ابو ظبي صباح اليوم على لجنة المنظمة لبطولة العالم للاندية الاستبيان الموقف من تذاكر المباراة القادمة التي يخضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع وافادت اللجنة المنظمة في ردها الرسمي على النادي الاهلي ان هناك خمس الاف تذكارة فقط خاصة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تم بيعهم من خلال الحجز الالكتروني لفئات متنوعة وغير محددة وبعدها تم اغلاق السيستم لحين تحديد الطرف الثاني المباراة ما بين تشيلسي والانجليزي والهلال السعودي اللذان يلتقيان الليلة والمباراة الرابط تخلص بالمناسبة فاضل عشر دقائق او يمكن ربع ساعة بالوقت الضائع وانه عقب هذه المباراة سيتم فتح الباب الحجز الالكتروني على بقية تذاكر المباراة لذا على الراغبين من جماهير النادي الاهلي في حضور المباراة لمساعدة فريقهم وراعاة الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراة نتمنى طبعا جمهور النادي الاهلي النهاردة ومش هوصيكم طبعا أكيد هيحصل يعني ان شاء الله ده في نمل اللي حصل النهاردة كان لازم يحصل في مباراة أمس انه طبعا ما يتفتحش الحجز الا بعد تحديد الطرف التاني ان شاء الله جمهور النادي الاهلي نشوفه بكرة مع فرقته وان شاء الله بإذن الله الفوز النادي الاهلي بكرة حتى الآن احنا وفوض هاللعب أو يوم السبت هاللعب الهلال ده يعني على حسب النتيجة حتى الآن ولكن نتمنى فوز الهلال أكيد طبعا كنادي عربي شقيق يتأهل المباراة النهائية طيب خلينا نروح ل